أخلي بلكم من بلدكم كانت هذه آخر جملة عندما تحدث عن موضوع الخليج وهي قضية لابد أنها حساسة أعود إليك دكتور خليل من واشنطن تناوله لقضية التسريبات بهذا الشكل اعتبر اعتذارا مبطنا ومهينا من قبل المتابعين هل كان يجب أن يذكر القضية من الأصل كرئيس دولة أن يذكرها بهذا الشكل أو أن يذكرها بشكل عام أن يعتذر بشكل صريح ما كان يجب أن يكون بخصوص موضوع التسريبات الذي قلب الدنيا إعلاميا وسياسيا أنا بصراحة لو لم يكن الموضوع كانت تجهلته تماما ونسيته واضح أن هناك اعتراف مبطن كما قلت حضرتك بهذه التسريبات واضح جدا أن السيسي عرف أن هذه التسريبات قد أثرت بشكل سلبي على صورته وعلى علاقاته بدول التي تدعمه وبالتالي حاول أن يكون بتحسين صورته من خلال قول أنه لديه ألف ساعة تسجيل يعني لا يذكر فيه أحد بإهانة أو بتجاوز وهذا أمر طبعا غير صحيح التسريبات لحد بعيد كما سمعناها واضح جدا أنها خرجة من مكتبه واضح جدا أنه ليس هناك رقابة عليها واضح جدا أنها جاءت نتيجة لصراع داخل مراكز القوى في مصر وداخل نظام الحكم في مصر هناك أطراف ربما تكون إما على خلاف مع السيسي وإما ترغب في طوريته بشكل أو بآخر وبالتالي لغته وطريقة كلامه بصراحة يعني تكشف نوع من الخجل ونوع من محاولة يعني در الرماد في العيون واضح جدا أنه هو زي ما أقوله في مصر عامل عاملة وخايف يعني خايف أنه يعني يتكشف اللي عايز أقوله أنه واضح أن السيسي يشعر بحجم التأثير هذه التسريبات على علاقته بدول خليج وبعد شاهدني خلال فترة الماضية بعد التحول والتدريج في بعض موقف هذه الدول بهذه الدول أصبحت ترى أن السيسي أصبح لحد ما شخص غير موثوق غير أمين قد يكون عبء عليها هناك عادة ترتيب للأوراق الداخلية في بعض هذه الدول على سبيل المثال في السعودية هناك إدراك بأنه دعم المطلق للنظام السيسي قد يؤدي إلى مشاكل داخلية هناك مشاكل طبعا خاصة باليمن وبالتالي هناك حاجة للتعاون الأخوان المسلمين في اليمن من أجل وقف التمدد الإيراني في اليمن وبالتالي يعني في مصر جيكا حالها عماها كان يحاول أن يقول أنه لم يقم هذه التسريبات فأثبت من حيث لا يدري الأمر الثاني في حديثه أنه الذي استطاع أن يجعل السيسي باقي في سلطة هذه اللحظة هم أمرين الأمر الأول الدعم لا محدود الذي يأتي من دول خليج الاقتصاد المصري يمر بحالة سيئة جدا منذ أكثر من أربع خمس سنوات هناك حالة تردد في كل المرافق وبالتالي الذي سمح لنظام السيسي بأن يطفوا على السطح وقال لا يغرق هو حجم التمويل والذي لا يعرف أحد عنه شيء في مصر يعني حسب التسريبات أكثر من 40 مليار دولار تم استلامها من دول خليج الثلاثة الإمارات والسعودية والكويت بدون أي حساب بدون أي محاسبة أو أي رقيب على هذه الأموال ولا نعرف أي ندار هذه الأموال خاصة بضل التردد الاقتصادي في مصر الأمر الثاني القمع الأمني يعني هدين هما الذراعين اللدين أبقى نظام السيسي يطفوا على سطحة هذه اللحظة